هفضل أحبك يا هانا لآخر يوم في عمري ومش هقدر نساكي لإنك مش بس كنت مراتي وحبيبتي انت كمان بنتي خد بالك من نفسك دا كان آخر كلام قاله أحمد فهمي لهانا الزاهد في جلسة صلح لكنها فشلت في إنها تخلي هانا تغير قرارها وأصرت على الانفصال بعد أربع سنين جوان لكن خلينا نرجع بالأحداث شوية عشان نعرف الأسباب بالضبط وإيه علاقة سلفتها وحمتها بالانفصال وإيه المفاجأة لمحدش توقعها في الموضوع وإيه هي الشواهد اللي أكدت انفصلهم من فترة لكن محدش خد باله منها قصة حب هانا وأحمد فهمي أطلقوا عليها قصة حب اللقاءات السلاسة وبدأت في أحد العروض الخاصة بفيلم سينمائي وكان أحمد فهمي بيرتدي نظارة شمس بالليل فضحكت هانا الزاهد على شكله وقفته وسألته عن سبب لبسه النظارة بالليل ورد عليها أحمد فهمي بمنتهى التلقائية وقال لها لا أبدا أنا بحاول ألفة الأنظار وعاوزها من نمرة ومن هنا بدأت شرارة الحب جو قلب هانا وبعدها تقابله في كافية مع نجوم مصرح مصر في الوقت ده علي ربيع وكريم عفيفي وفي اليوم ده عملت هانا حسابها على انستجرام وضافت أحمد فهمي وبعدها عزمها أحمد فهمي على الغدى في أحد المطاعم وبعدها خدت رأيه في عربية جديدة علشان تشتريها واعترف لها أحمد فهمي بحبه ليها وبدأت قصة حبهم وبعدها احتفلوا بزفافهم سنة 2018 وبعد كم شهر من زواجهم بدأت الأزمات والمشاكل بين هانا زايد وأحمد اللي كان دايما بيصالحها وكان بيعتبرها زي بنته لأنه أكبر منها بأربعة عشر سنة وخبرته كبيرة بس الترقمات زادت بينهم ودايما كان فهمي بصالحها بس كان فيه ثلاث أسباب عجلت بالانفصال أول سبب وهو سلفتها دانيال بناوي زوجة كريم فهمي شقيق زوجها أحمد وكانوا دايما نائر ونقير وما كانوش بيحبوا بعض والموضوع اتطور بينهم والأزمة نقلت لأحمد وكريم لأن كل واحد منهم كان بيدافع عن سكته وبيحاول ينصفها على الطرف التاني لحد لما الأمور وصلت بينهم لطريق مسدود وقالهوا متابعة بعض على انستجرام السبب التاني وهو حمتها ليلى العطار اللي كان نفسها تفرح بحفيد ليها من ابنها الكبير أحمد والموضوع بدأ بعد كام شهر من زواج هانا لما فتحتها في الموضوع واتفجأت برد هانا عليها طمت من فضلك دي حياتي الخاصة أنا وأحمد وإحنا على العموم مأجلين شوية لسا بدري وطبعا رد هانا مع جبش حمتها وتكلمت مع ابنها أحمد اللي حاول يهديها وفاهمها إنه مأجل الموضوع كام سنة والغريب بقى إن في الفترة دي اتفاجئنا بالأخبار على السوشيال ميديا اللي بتأكد حمل هانا الزهد بس طبعا هي نفت أكتر من مرة وأكدت إنها مجرد إشعاع ومن الوقت ده علاقة هانا زاهد بحمتها بقيت متوترة وقاللت زيارتها لدرجة إنها ما بقتش تروح عندها حتى في المناسبات أما السبب التالت بقى فهو أحمد فاهمي نفسه اللي كان بيدخل في اختيارات هانا سواء في الأعمال الفنية اللي بتتعرض عليها أو حتى أضق تفاصيل حياتها في اللبس والماكياج وتسريحة شعرها وهانا حست هنا إنها مخنوقة ومتأيدة على الآخر وكانت دايما تفضفض مع والدتها شيرين المنزلاوي اللي تكلمت أكتر من مرة مع أحمد فاهمي بس هو كان مصمم على رأيه ودايما يقول لها هانا لسه صغيرة ومش عارفة مصلحتها فين وبعد زيادة الضغوط طلبت هانا من أحمد فاهمي الطلاق وهو وافق بعد إلححة وقرروا يأجلوا الإجراءات وكمان ما يعلموش لحد ولمت هانا شنطة هدمها ورجعت بيت والدتها من جديد ومحدش عارف من الصحفيين أو حتى زملائهم في الوصف بس كان في شواهد محدش من الجماهير خد بالوا منها الأولى إن هانا على مدار خمس شهور تقريبا ما نشرتش صورة جديدة ليها مع أحمد فاهمي زي عادتها لما كانت بتنشر صور وفيديوهات ليهم سوى على السوشيال ميديا الحاجة التانية وهي إن عيد زواجهم الرابع وافق شهر سبتمبر 2023 ومع ذلك محدش منهم نشر أي صورة أو حتى هنئ التاني على المناسبة دي عكس السنين اللي فاتت وبرده محدش خباله أما الحاجة التالتة والأخيرة فهي إن هانا نشرت آخر صورة ليها من داخل بيت والدتها وده لحظناه من تغير الديكور بتاع بيتها اللي عودتنا تنشر صور منه وكان بسهولة جدا نعرف الفرق من خلال صورها على انستجرام وبعد ما أعلنت هانا الزايد للجمهور خبر انفصلها بشكل رسمي كان فيه كواليس لآخر لقاء بينهم قبل ما ينفصلوا عن بعض وبحسب مصادر مقربة من الطرفين إن أحمد فهمي كان متمسك بهانا بس هي شافت إن حياتهم مع بعض بقت مستحيلة وهو رد عليها وقال لها هفضل أحبك لآخر يوم في عمري ومش هقدر أنساكي لإنك مش بس كنت مراتي وحبيبتي أنت كمان بنتي خلي بالك من نفسك في النهاية علاقة هانا الزايد وأحمد فهمي كانت دايما حديث المتابعين ودايما كانوا بيتعرضوا للإشعاعات بس دا كان استطر الأخير بنتمنى للنجمين كل التوفيق في حياتهم